يا مساء الخير ويا أهلا وسهلا بكل أهلوية اللي بيدعوا معنا حلقة جديدة وأسبوع جديد تحياتي لكم من السادسة والحقيقة يمكن أنا يعني هبتدي حلقة النهاردة بسؤال حاسس أو إحساس هو إحساس أكتر منه سؤال الحقيقة حاسس إنه الناس متفجأة من بعد مباراة فاركو وحاسس إنه ردود الأفعال على مستوى التحكيم في مباراة فاركو لأهلي وفاركو وكأنه أصاب الناس بالصدمة وإيه الجديد يعني وإيه الجديد خليك فاكر بس كواس جدا إنه حتى وإنت في أحسن في أسوأ حالتك حتى وإنت مش في مستوك حتى وإنت فرقتك بتعاني من غيابات ومن إصابات ومن إجهاد كان مفترض وأنا بكلم حضراتكم النهاردة تبقى فرصتنا في المنافسة على البطولة قائمة حتى وإنت مش في أحسن حالتك ارجع كده بالذاكرة مش لبايد ما تروحس لبايد يعني أنا ممكن أخذك بايد طبعا لغاية الموسم اللي فات والريجستري عندنا أو التسجيل عندنا على أعلى مستويات وقع وقع وموقف موقف لكن الغريب في الموضوع إنه الناس ما بتتكلمش على إنه ليه مستوى التحكيم في مصر وصل لهذا المستوى يعني إيه المبررات أو إيه الأسباب اللي خلت التحكيم المصري يسقط إلى الهوية مش هرجل ومش هكسف إن أنا أقولها مش بس هدفع عن حقوق النادي الأهلي ولكن كمان في جزء غيرة على مستوى الحكم المصري وهيبة الحكم المصري ومصداقية الحكم المصري وأحترافية الحكم المصري إلا أنا شخصياً ياما هنا دفعت عنها كتير أنا في أول الموسم ده أشدت بتولي كابتن عصام عبد الفتاح المسؤولية وقلت نتمنى أنه يحصل فيه طفرة لكن لأسف شديد جداً ما كان سيء في الموسم الماضي أصبح أسوأ في الموسم الحالي ارجع كده بزاكرة قبلها على طول المقاولين وقبلها البنك الأهلي وقبلها وقبلها والقصة في مصر مش قصة التحكيم بس وإن كنت الحقيقة أنا هركز النهاردة على التحكيم لكن الحقيقة قصة قصة منظومة بتبص للنادي الأهلي على أنه دايماً مستهدف مين وقف مع الأهلي في أزماته أنا مش هقول مين ساند المنافسين لأنه في مواقف كتير جداً جداً كان كل المسؤولين في الرياضة المصرية وقفة أمام المنافسين النادي الأهلي بكل أنواع الدعم والمساندة ضرباً بقى بكل القوانين واللواحة عرض الحائط عندنا تسجيلات وتسريبات كتير قوي 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 وما حدش خد موقف حدش خد موقف لما المسؤول الأول عن اتحاد الكرة في مصر قال إنه الأهلي هيلعب كاس العالم الأندية بكل النجوم وكل اللاعبته الدولية وهو ما لم يحدث حدش ويف مع الأهلي في مصر لما الاتحاد الأفريقي قرر إنه يلعب مباراة نهاية دور الأبطال من جولة واحدة في ملعب المنافس حدش ويف مع نادي الأهلي في مصر وهو راح يلعب في بطولة زي بطولة كاس العالم الأندية بدون نص لعبته بدون نص فرقته محدش وقف مع الأهلي في مصر ومحدش وللأسف رغم كل الإنجازات اللي حققها النادي الأهلي بيتهموا نادي الأهلي بالفشل يعني في حملة شعواء بتتهم نحن نعشق الفشل إذا كان بنفس النوع ونفس الطريقة إنجازات النادي الأهلي تتحدث عن نفسها بكلم حضراتكم على ألقاب دولية عالمية ألقاب قرية بطولة دوري أبطاله في ثلاث نوس اختوصل لمباراة نهاية حقق منه النسختين 2 سوبر أفريقيا 2 ميدالية برونزية إذا كان ده الفشل فنحن نعشق الفشل إحنا لو مشينا بهذا المعدل يعني لو مشينا بنفس معدل فوزنا وتحايننا بالألقاب إحنا في حتة تانية إحنا وإحنا وفيد بنتكلم مع حضراتكم التي عارفين وكل أهلاوي مدرك بينه بنفسه إنه الأهلي في حتة تانية الأهلي خارج المنافسة الأهلي يحلق منفردا لكن الحقيقة اتعلنت الإستفان بالنسبة لي اللي كنت منتظر حد مش بيدفع النادي الأهلي أقسم بالله ليس دفاعا عن حقوق النادي الأهلي بقدر ما هو كمان يعني رغبة في إصلاح المنظومة إحنا النهاردة شايفين التحكيم المصري فين شايفين مستوائي إحنا طول عمرنا على فكرة كنا بنشتكي من التحكيم في أفريقي كل الأندية المصرية والمنتخبات المصرية كانت بتشتكي من مستوى التحكيم في أفريقي طب ما الأهلي حقق نجحات في أفريقي ووصل لتلات نسخ متتالية لأدوار النهائية للمباراة النهائية في أهم وأكبر وأصعب بطولة على مستوى القارة وحقق اتنين سوبر أفريقي وشارك في كاس العامل الأندية ونتائجه تتحدث عن نفسه تعال بقى محليا نتكلم حد طرح سؤال لماذا تراجع المستوى الفني للحكام المصريين وده مش اتهام دي قراءة الواقع إحنا بنتكلم على بص كده البطولات مش هقولك العالمية يعني مش هقولك كاس العالم ولا كاس العرب أنا أكلمك على بطولات الأندية على مستوى القارة الأفريقية إمتى ومين آخر حكم مصري حكم مباراة مهمة في بطولات أفريقيا هل الموضوع تراجع المستوى الفني فقط ولا الموضوع ممكن يدخل أنا كمهور بتسائل وجمهي النادي اللي قاعدة بتتسائل يعني القصة قصة إن الحكام عندنا في مصر مستواهم مش كويس ما عندهمش الخبرة الكافية فيه إلى حد ما نقص فيه الإدراك أو الإلمام بالبنود والقوانين الحكامة لكرة القدم ما أنا لما أشوف أنا كمشاهد أنا كمشجع لما أشوف نفس اللعبة نفس اللعبة تتحسب للنادي الأهلي أو ما تتحسبش للنادي الأهلي هدف ونفس اللعبة تتلعب أو تتحسب لفريق منافس هدف لازم يبقى فيه علامة استفهام لما أشوف اللعبة أو هدف للنادي الأهلي بتحسب تسلل ونفس اللعبة لفريق منافس بتتحسب هدف لازم يبقى فيه علامة استفهام ومن حقيقة شك هل الموضوع بس فني هل الموضوع ان مستوى الحكام مش ولابد بعافية شويتين ولا الموضوع بيدخل فيه الاهواء والانتماء ولا الموضوع ممكن يكون مرتبط بفساد محتاجين حد يتكلم عن ده محتاجين حد يقول لنا ايه السبب في المستوى اللي وصل ليه التحكيم في مصر وازاي نقدر نصلح قبل ما مستر كلاتنبرج يتولى المسئولية في الفترة اللي جاية محتاجين حد يقول للراجل احنا ليه وصلنا لكده عشان راجل يقدر يعرف هيشتغل ازاي ويصلح ازاي حالة العك اللي احنا عايشينها في الدول المصري او في المسابقات المحلية في الموسم ده والموسم اللي فات وارجع تاني وكرر واقول افتكر كويس جدا انه حتى وانت مش في احسن حالتك حتى وانت غايب عنك نص فرقة كاملة بدعي الاصابات نتيجة حالت العك اللي احنا عايشينها في المسابقات المحلية على مدار ثلاث مواسم كان مفترض انه لو في شيء بسيط من العدالة وتكافؤ الفرص انك النهاردة كنت تبقى بتنفس على لقب الدول ولكن احنا منتكلم في اتنين واربعين لقب منتكلم في ان البطولة الاربعتاشر حققناها تريبا من نص قرن فالاهلي او جماهير الاهلي شبعانة القابل ومش لقب دوري اللي يفرق معانا اللي يفرق معانا بشكل كبير جدا ازاي نقوم من كابوتنا موسيقى